موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا اللقاء بكم اليوم في درس الصف العاشر للفصل الدراسي الثاني درس الياغة البدنية والآن مع إجزاء الدرس الإحماء والإعداد البدني تمرينات مركبة فتح وضم الرجلين مع حركة الذراعين الوثب فتحاً مع عمل وثبات متتابعة الجرس سريع ثم الوثب على قدم واحدة في شكل دائرة الوثب بالقدمين معاً جهة اليمين وجهة اليسار الجري السريع على خط مستقيم يكرر هذا التمرين لتنمية عنصري التحمل والرشاقة من وضع الوقوف المشي ثم الجري الخفيف عمل زحلقة جهة اليمين وجهة اليسار ثم الجري بسرعات مختلفة يكرر التمرين بهدف رفع اللياقة البدنية وتنشيط الدورة الدموية وتهيئة الجسم للعمل العضلي الإعداد البدني العام للجسم تمرينات لتقوية عضلات الدراعين والجذع من وضع الوقوف فتحاً مد الذراعان أماماً عالياً جانباً أسفل في ثمان عدات الذراعان جانب الجسم دوران الكتفين للخلف في أربع عدات ثم للأمام في ثمان عدات الوقوف فتحاً الذراعان جانباً دوران اليدين الأمام وللخلف في ثمان عدات من وضع الوقوف فتحاً والذراعان جانباً ميل الجذع للأمام ولمس اليد اليسرى للقدم اليمنى ثم الوسط ثم الشمال يكرر تمرين في ستة عدات تمرينات لتقوية عضلات الذراعين والرجلين من وضع الوقوف الجري الصعود على الصندوق أخذ خطوة بالقدم اليمنى مع رفع القدم اليسرى زاوية قائمة مع تبادل حركة الذراعين في أربع عدات النزول ومسك كرة طبية أو أي ثقل خارجي رفع الكرة عالياً بالذراعين وللأمام ولليمين واليسار في ثمان عدات الجري المتعرج بين الأقماع ثم الجري في خط مستقيم للوصول الوضع الابتدائي ويكرر التمرين يعمل هذا التمرين على تنمية عضلات الرجلين والذراعين بالإضافة إلى تنمية عنصر الرشاقة من وضع الوقوف مواجه للحائط فرد وثني الذراعين بمستويات مختلفة الوثب بالقدمين جانباً جهة اليمين ويكرر التمرين ثم الرجوع جري بخط مستقيم للوصول لنقطة البداية ويكرر التمرين وهذا التمرين يهدف إلى تقوية عضلات الذراعين والمنكبين تمرينات لتمية عضلات الجسم تمرينات مركبة تخدم جميع أجزاء الجسم لتقوية عضلات البطن والمعدة من وضع الرقود الرجلين مثبتة على الأرض تني الجذع للأمام والرجوع للوضع الابتدائي ولتقوية عضلات الرجلين من وضع الوقوف الوثب عالياً مع فتوى ضم الرجلين والذراعين من وضع الوقوف الجريل في المكان والذراعان جانباً ومن وضع الوقوف الوثب القدمين طولاً مع رفع الذراعين عالياً من وضع الوقوف فتحاً ثني وفرد الركبتين من وضع الوقوف الجري في المكان عالياً مع حركة الدراعين تكرر التمرينات السابقة والتي تهدف إلى تنمية عناصر اللياقة البدنية القوة، السرعة، التحمل، والتوافق العضلي العصبي عند أداء هذه التمرينات يجب مراعاة تأدية التمرين الواحد في 8 عدات ثم في 16 عدة ومراعاة التدرج في زيادة سرعة أداء التمرين فمثل هذه التمرينات تعمل على حرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم وتقوية العضلات وتعمل على توازن الوظائف الحيوية الجزء الختامي من وضع الوقوف والذراعان جانباً ميل الجذع للأمام والثبات في 6 عدات يكرر هذا التمرين من وضع الوقوف فتحاً ميل الجذع جهة اليمين والذراع عالياً فوق الرأس لمدة 4 عدات ويكرر هذا التمرين للجهة الأخرى وأيضاً الثبات في 4 عدات يهدف هذا التمرين لاسترخاء عضلات الجذع من وضع الجذو ميل الجذع للأمام والثبات في 4 عدات ثم رفع الدراعان خلفاً والثبات في 4 عدات يكرر التمرين في 8 عدات من وضع الجلوس الطويل ميل الجذع للأمام مع لمس اليد للرجل لأبعد نقطة ممكنة يكرر التمرين في 8 عدات عزيزة الطالبة ينصح بممارسة الرياضة بالمنزل لمدة 60 دقيقة للأطفال و30 دقيقة للبالغين فلذلك فوائد النشاط البدني تعمل على تحسين اللياقة العضلية واللياقة القلب والجهاز التنفسي وأيضاً تعمل على تحسين صحة العظام من المهم جداً التدرج وزيادة مستوى النشاط مع مرور الوقت وتنوع الأنشطة على مدار الأسبوع شكراً لكم حسن الاستماع وفي انتظار اللقاء بكم في الدرس القادم على الودو والمحبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر